اليوم باش نتحدث عن الاستثمار خاصة امام ارتفاع طبعا كلفة المعيشة في كل الدول وزيادة الضغوطات الحياتية وضعف الضمانات المستقبلية يبحث اصحاب المداخيل طبعا المحدودة عن السبل الافضل لخلينا نقولوا نحن انه زيادة مداخيلهم نوعا ما ومدخراتهم خاصة المجالات كثيرة فما هي افضل الطرق وكيف نحدد ما هو الانسب وهل من معيار بوحد طبعا ينفع مع الجميع خلينا نسأل كلها الاسئلة وغيرها مع الصحفي الاقتصادي خالد ابو شقرة والذي ينضمي لينا مباشرة من بيروت خالد صباح الخير صباح الخير امين لك كل المشاهدين يا اهلا بيك يا خالد اذن اليوم عنا موضوع حلو جدا وقتنا نتحدث عن الاستثمار بالنسبة للاستثمار الفردي استثمار خاصة للناس اللي هم اصحاب المداخيل المحدودة مع اوضاع معيشية صعبة مع ازمة اقتصادية عالمية مع مشاكل كبيرة نعيشها في حياتنا وخاصة فكرة الضمانات المستقبلية وغيابها هل من الممكن للانسان انه يستثمر نعم يعني بالطبع امين يعني اذا صح التعبير اليوم الاستثمار عند الافراد بمختلف المجتمعات تحول الى موضة يعني الى امر يقد يكون الذي لا يتبعه خارج عن الاطارة الطبيعية او عن السياق طبعا هناك الظروف المجتمعية التي توجب او التي تفرض مثل هذا السلوك الاستثماري او السلوك العملي عند الافراد وهناك طبعا الوقائع واهمها امرين اساسيين هو التضخم من جهة الذي يأكل كل المدخرات خصوصا اذا لم نوظفها بشيء نافع وطبعا يفقد العمولات مهما كانت قوية قيمتها الشرائية بعد وقت قصير ومن الناحية الثانية هناك الرغبة في زيادة المدخيل آنيا وتعظيمها مستقبليا وتحديدا في سن التقاعد لذا نرى اليوم فورا عند الافراد في استثمار مدخراتهم او جزء من رواتبهم او جزء من اموالهم البعض قد يتجه الى بيع مثلا قطعة ارض او الى بيع اصل ما يمتلكه لكي يستثمر في الاسواق المالية او في الاسهم او في سردات او خلافهم من المشتقات المالية التي سنتحدث عنها تفصيلا طبعا بسبب هذا طبعا هناك اليوم اذا بدك امرين اساسيين الامر الاول هو الاستثمار الناجم عن وعي حقيقي عند الفرد وهذا امر مهم وهناك طبعا الامر المؤسف كما نراه ايضا بمجتمعاتنا هو الانسياق وراء العادات او ما نسميه باللغة اللبنانية الموضة او امر دارج وبالتالي طبعا يدخل من ضمن اليوم ثقافة القطيع على صح التعبير لان جاري يستثمر لان صديقي يستثمر انا سأستثمر اموالي بشيء لا اعرفه ولا افهم فيه ولا يهمني اساسا وبالتالي هنا تكمن الخطورة بشكل اساسي طيب كيف يمكن انه كيف يستطيع الفرد العادي خالد اختيار وسيلة الاستثمار الافضل بالنسبة لي بالنسبة للداخل الامتاعه بالنسبة لحياته بالنسبة الى وضعه وحتى يمكن المكان اللي عايش فيه البلد القارة او المنطقة اللي ينتميه صحيح يعني طبعا امين من المهم جدا اليوم الاستثمار ان يكون مبنيا على امور حقيقية وتتعلق ايضا بالمكان بالدولة التي تعيش فيها يتعلق بعمر المستثمر بالهدف من وراء الاستثمار وبالتالي من الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى النقدية في البلد الذي يعيش فيه لكي لا نبقى في الاطار النظري سنعطي مثلا عن مواطن لبنان يريد ان يستثمر مثلا بالمقارنة مع شخص يعيش او في دول الخليج العربي طبعا في لبنان مثلا قد يكون صعبا جدا الاستثمار في العمولات الرقمية البيتكوين وهي طبعا هو ادرج موضة في الاستثمارات على الانترنت وفي المشتقات المالية طبعا هذه العملة في لبنان غير مسموحة غير مشرعة هناك صعوبات بالتحويل بسبب الازمة المصرفية هناك عجز حقيقة عن تحويل الاموال خارج البلد وإلا ما هنالك وبالتالي يصبح هناك علاقية كبيرة امام استثمار في هذه الادات المالية في حين انه في المواطنة الذي يعيش في الدول الاجنبية او في الدول الخليجية يسهل جدا عليه اليوم القيام بمثل هذا الاستثمار ايضا هناك عنصر مهم جدا يتعلق بالعمر مثلا طبعا مستحيل اليوم شخص بعمر سبعين عاما ان يوظف امواله في برامج التأمين مثلا او في صناديق التأمين او تعويضات نهاية الخدمة وخلافه وبالتالي هنا يهم شخص بعمر متقدم ان يكون يوظف امواله او عائداته في موضوع يتعلق قصير الاجر كسندات الحكومية مثلا لمدة عامين او لمدة عام في حين بانه قد يكون من المجد جدا بالنسبة للشباب في عمر العشرين سنة ان يوظفوا اموالهم في صناديق التأمين او في برامج التأمين التي تضع فيها مبلغا قليلا شهريا يتراكم ليصبح عند عمر معين عند سن التقاع مبلغا كبيرا جدا تستطيع ان تمضي فيه بقية حياتك بكرامة او الى ما هنالك وبالتالي كل هذه العوامل اليوم تؤثر ويجب اخذها بعين الاعتبار عند القدوم او عند اي عملية استثمار في المشتقات المالية طيب بالنسبة الى الاسلوب الاستثمار هل من اسلوب واحد للاستثمار يمكن ان يكون نافعا مع الجميع مثل الذهب اللي اسمعنا مؤخرا انه عدد كبير من الاشخاص خالد اتجهوا الى شراء الذهب وخاصة مع عدة مواضيع تتقال تقارير صحفية تنشر اشياء كثيرة يتحطوا فيها الناس على انه مع تراجع الدولار الامريكي وقد يتراجع اكثر فاكثر في السنوات القادمة فالحل هو الذهب والناس بتستثمر وتشتري في السبايك الذهب حتى معنا صحيح بطبيعة الحال اليوم لا يوجد مقياس واحد بالنسبة للافراد طبعا الامر يختلف من دولة الى اخرى ومن فرد الى اخر وطبعا بنهاية المطاف الغرض من هذا الاستثمار لماذا انا استثمر هل انا استثمر لزيادة مداخلي هل انا استثمر لفترة قصيرة الاجل اذا كنت استثمر لفترة قصيرة الاجل من الممكن ان ادخل فيه طبعا الامور التي تتعلق بشراء الاسهم وبيعها بشكل سريع اذا كنت اريد ان استثمر لفترة اطول يجب علينا مثلا الدخول في السندات الحكومية ان كنت ابني على مستقبل اطول زمنيا يمكن المراهنة ساعة ذاك على الذهب والمعادن خصوصا بان الذهب والمعادن حسب ما بيّنت يعني التجربة هي في اتفاع اصعارها في اتفاع مستمر وتحديدا في المستقبل ومن هنا يبدو بان طبعا ليس لا يوجد قاعدة موحدة انما يوجد خيارات واسعة جدا ويوجد العديد اليوم من الادوات الفعالة التي يمكن ان نستثمر فيها واهم شيء ان نكون نحب هذا ما نفعل اولا وان نكون على اطلاع بما يجري في الاسواق العالمية وفيه لكي لا نتعرض للخديعة وبتحديدا اليوم بسبب انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير جدا خالد ماذا عن الاستثمار بالعقارات واللي هو كان دايما موجود وقت الازمات في السابق في الوقت الحالي في المستقبل دايما الناس وقت اللي تحب تستثمر اولا حاجة يفكروا فيها هي العقارات صحيح يعني طبعا العقار يعني يبقى في نهاية المطاف ضمانة حتى عند الازمات وعندما يقفض او يتراجع اسعار العقارات نرى بعد فترة بعد تحقيق الازدهار ان العقار يعود الى الانتعاش مجددا هناك مقولة شائعة جدا في الاستثمار في عالم القطاع ان تشتري والدم على الارض بمعنى انه في الازمات في خضم الازمات تتراجع اسعار العقارات بشكل كبير جدا ويصبح الاستثمار فيها مجديا خصوصا ان اسعارها ستعاود الارتفاع في المستقبل وهذا ما شاهدناه مؤخرا في البيت المتحدة الامريكية مثلا وفي العديد من الدول عندما تراجعت بعد ازمة الروهنات العقارية في العام 2008 الاسعار بشكل كبير ومن ثم عادت الى الارتفاع اليوم في لبنان مثلا نشهد او في كل الدول حتى المأزومة تراجع باسعار العقارات بسبب تراجع الطلب انما فور ما تتحسن الاحوال سيعاود القطاع ازدهاره هنا يمكن بكل بساطة للفرد ان يشتري مثلا شقة او يشتري مجموعة من العقارات ويؤجرها طبعا يكون يستفيد من العائد عليها في الامد الحالي ويكون يضمن للمستقبل ارتفاع سعر هذا العقار وبالتالي اعادة بيعه او استخدامه في المستقبل وبالتالي نيل التعويض المجزي عن هذا الاستثمار وطبعا يبقى بنهاية المطاف ايضا شراء الاراضي عنصر مهم جدا خصوصا بان الاراضي لا تتراجع عادة سعرها مثل بقية مثل الابنية مثلا او العقارات المبنية ومن الممكن طبعا تأجير هذه الاراضي وتوظيفها واستخدامها للمشاريع يكون المستثمر يحقق عائدا آنيا لاستثماره ويضمن في المستقبل تعازم ربحه او بقاء الارض او العقار في حوسته طيب ماذا عن الاستثمار بأسهم في مشاريع او في شركات ان كانت خاصة ان كانت شركات حكومية نعم صحيح يعني طبعا اليوم يعني امين ادرج موضة في الاستثمارات هو شراء الاسهم والسندات نستطيع بكل بساطة وبكل سهولة ان نفتح صفحات الانترنت اليوم وان نشتري اما اسهم الشركات الشركات طبعا نتحدثونا عن الشركات العالمية المدرجة اسهمها في البورصة وفي الاسواق المالية بشكل مباشر من المصدر او عبر وسيط عبر الانترنت شركة وسيطة وهنا يجب الانتباه جيدا الى هذا الوسيط ومدى الموثوقية كم هو موثوق هذا الوسيط طبعا من الممكن التوصل الى مثل هذه المعرفة لكي لا نتعرض للخديعة ويمكن ايضا شراء الاسهم للصناديق مثلا فنأخذ مثلا الصناديق التي تكون هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الشركات التي تعمل في المجال نفسه او التي لا تعمل حتى في المجال نفسه فنأخذ مثلا مؤشر S&P Standard & Poor's بامريكا الذي يضم افضل 500 شركة وطبعا من الممكن اليوم شراء هذا السهم المشكلة بشراء الاسهم تتعلق بان العائد عليها عادة ما يكون بطيئا يعني عوائدها بطيئة خصوصا بان فلسفة السهم هي ان يكون المستثمر شريك في رأس مال الشركة وبالتالي هو يحصل بالمنطق يعني يحصل على العائدات نتيجة الارباح المحققة او في حال هذه الشركة حققت ازدهارا باهنا في فترة من الفترات كما حدثت مثلا مع العديد من شركات التكنولوجيا يرتفع السهم بشكل كبير جدا يستطيع عندها المستثمر بيع هذا السهم والسرداد امواله مع كل الزيادات عليها تمتاز اليوم الاستثمار بالاسهم بانها عادة ما تكون قصيرة الاجل وعادة ما يعمد المستثمرون في هذا المجال الى البيع والشراء بشكل سريع جدا يعني في حال كان يشتري الشخص الف الفين عشر تلاف سهم من شركة معينة اذا ارتفع على سعر السهم خمس سنتات او عشر سنتات فبالتالي يعمد مباشرة الى بيع هذا السهم وبالتالي يحصل على امواله ثم يستثمر مرة جديدة بسهم اخر او الى ما هنالك من طرق واسليم طبعا هو مجد هذا الاستثمار انه ليس استثمار عادة ما يكون بعيد المدى وذلك على العكس السندات يعني طبعا السندات هو طبعا سواء كان سندات حكومية كالتي تصدرها مثلا البيئة المتحدة الامريكية وغيرها من الدول او السندات للشركات الخاصة تدفع قيمة السند اليوم او تشتري هذا السند لنقل بقيمته الاسمية مئة دولار تربح عليه لفترة معينة عامين ثلاثة ويمكن ان يصل الى ثلاثين عاما عائدا شهريا او نصف سنوي او سنوي بالامر الراهن وعند نهاية المدة تعود وتستحصل على كامل المبلغ الذي اشتريت به السندات وبالتالي انت هنا تكون زد مدخيلك على الفترة الماضية حماية اموالك من التآكل نتيجة التدقم والاهم جدا بالسندات انك سهمت بتمويل سواء كان القطاع الخاص لبناء المشاريع الجديدة او حتى الدولة للقيام بمشاريع التنمية التي تنوي القيام بها ومن هنا يكون طبعا الاستثمار في هذا المجال مفيد للأفراد والاقتصاد والعوامل النمو والتنمية بشكل عام طيب يا سيدي شكرا خالد على كلها الاجابات اعتقدوا انه سألنا اغلب الاسئلة فقط اي فكرة فهم 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 فقط سؤال في اقل من دقيقة خالد الاستفادة من الذكاء الاستنيعي هل يمكن انه يفيدنا في عملية الاستثمار نحبوش نعتمده على الذكاء الاستنيعي في كل شيء ولكن هل يمكن ان يكونوا فيه؟ طبعا مما لا شك فيه يعني طبعا مما لا شك فيه اليوم ان احد الامور التي شجعت على الاستثمار في الادوات المالية هو التطور التكنولوجي نستطيع عبر هاتفنا الخلية وعبر التطبيقات الالكترونية ان نشتري سهم وسند وان نتداول في اي رقعة من بقاع العالم وبالتالي اليوم زاد هذا الامر مع الذكاء الاصطناعي الذي تدخل هناك برامج محددة وتطبيقات تستطيع ان تدخل كل المعلومات والبيانات الشخصية عنك سواء كان وليس هي البيانات فقط الموضعية انما ايضا هواياتك وانما هنالك من امور وهو ينصحك بأي مجال انت تبرع فيه او اي مجال يمكن يحقق لك العائد المطلوب وممكن ايضا ان يقوم بتوظيف اموالك ويكونهم بمثابة المستشار المالي لك وينوع طبعا استثماراتك وينوع محفظات استثماراتك وبالتالي يساعد بشكل كبير جدا وبكلفة منخفضة بالمقارنة مع المستشارين الماليين على ضمان احسن توظيف لثاروتاك او لضمان عائدات مجدية في المستقبل لما كنت به شكرا لك يا خالد صحابي الاقتصادي خالد ابو شقر كنت وعنا مبشرة من بيروت شكرا جزيلا لك شكرا شكرا يا خالد